السلام عليكم اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة اعمال ابيدك والنهاردة انا اتعلم مع بعض ازاي نضف الكربلاتير طبعا ده ومعروف اهوة خرطم الفايز بتاع اللي ايه بتاع البنزين بحيث لو في عوامة جوه هنه لما البنزين بيملى هنه خرش الماكلة ما تشرقش منك بيبدأ ايه نازف الفايز او تكون عوامة معلقة تمام طبعا انا مصحش حد يفك الكربلاتير اللي لما يكون جاب اخره وبرضه ما نصحش حد يلعب في المصمر دايامة هو ده المصمر اللي احنا ايه اه 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 انا ننضف بالكربلاتير عشان فيه ساعة المصمر ده ما بيتحل تيه توربوت تاني هي تلاقي برضو البنزين مشغال والمصمر المعلق مش عايز يتربط معك تماما انا اقول اول طريقة نضيف الكربلاتير السهلة بسيطة وبعدها كان اقول لكم نضيف الحل العملي للحوار دوت عشان ما تحتاجش تنضف الكربلاتير كل شوية انت اول حاجة بتعمله بتفتح المصمر ده والسيب وصفي طبعا نجيب حاجة تحطها تحت عند الخرطوم خرطوم معاك هو تسهل التحرك يعني تعجيب حاجة تحطها عند الخرطوم من تحت عشان ما يغرقش الدنيا تمام ممكن تستفيد البنزين ده تغسل بيه حاجة عندك او تعضف بيه اي حاجة يعني فيش مشكلة تمام وبعدها تروح اقفل حنفية البنزين حنفية البنزين طبعا نحتنا كلنا عارفين مكانة تمام وبعد ما تغسل حنفية البنزين تبدأ بقى تغسل المصمر بتاعك لحد ما تحكم طبعا ما تقردش على الحاجة جامد كل حاجة بيه لا سنس وتحاول تيجي بنفكي يكون كويس عشان خاطر ما ايه ما يفوتش المكان ده والمكان ده لو انت اقردت عليه جامد او فكيته بنفكي مش كويس متسابت معاك بيفتح منك وبيبوز يعني يعني كان اضفنا الكربلات ايه ايه بقى الحل اللي عمليه لمشوار الكربلات ده وقت اهو ده فلتر تمام الفلتر ده طبعا ليه طريقة بتركيبه سهلة مش صعبة انا كل اللي عملته قصة الخرطوم عندي من نص يعني حاولت ننصص الخرطوم كده خرطوم قصة اللي جاي مع الماكن وعملات الماكن فيها فلتر هنا بس طبعا ده صغير عمر مع كافئة الفلتر كيبي الفلتر ده نعملو خمسة عشرة لانا حسب المكان تشريه منه وهتجيب خرطوم تمام اما حاجة اما تجيب الفلتر هتجيب معاه الشناكل ده تمام عشان ساعات بيهرر منزيل من هنا طبعا الخرطوم ده ما كانش كويس وانا جيت اه مش ده الاصل بتاعه عشان الاصل بتاعه بيبع واسع شوية ما بيفيلش على الفلتر كويس تمام انا اهو بس من تحت قفل كويس عشان خطر نازل طبعا ضغط التحت لكن من فوق انا كان بيجيب منزيل فانا واحد تمغير حط الخرطوم ده تمام انت هتجيب فلتر زي ده هيحمي لك الكاربيراتير وهيزبط لك الدينة ممكن تغيره كل كام شهر ما فيش مشكلة رخيص بخمسة جنيه بعشرة جنيه حسب المكان وحسب نوع تمام اناوريكم برضو نوع الخرطوم الكويس ثانية واحدة وانت برضو بتجيب الفلتر هتجيب معاك واحد اختياطي زي ده لسه جديده هود طبعا بيركب ازاي الفلتر هتلاقي فيه السهم كده في الاتجاه بتاعه السهم بباقي اه السهم ده اه وانا حاول نقر بيركب كده بتخلي القطع البداي تحت والقطع دي والعقتي الفوق دي فيها مرماتيسة برضو من جو هيت لو فيه برضو رواسط بيجنزلة من التانك بتجيب بقى خرطوم طبعا تلاقيه متوفه بس فيه خرطوم سيليكون ازاي ده كده هو كده كده خرطوم ينشف مع الوقت يعني بس ده في تركيبه ادعمارم معاك ومش اعطلقه واما حاجة قلنا اليفيز بتاعه انا جاي بفزات زيادة يعني انا بزود الفزات هنا عشان خاطر ما ييه ما يسرقش منه اعتركب فلترك يا معلم وينسى بقى حكاية الكيابيراتير ديته وكل فتحة تغير الفلتر مفيش مشكلة ان شاء الله كل جهر وينت يعني لو فيديو عجبكم تدعمونا بالاشتراك السلام عليكم ورحمة الله